السلام عليكم أهلا وسهلا في غرفتي نبدأ هل تعرفون ما هذا؟ هذا اسمه باب وهو باب مكسور وماذا هناك؟ هنا مصباح كبير أستخدمه للتصوير وهذا مصباح صغير وهو لا يكفي للتصوير وماذا عندنا؟ هنا عندنا مدفأة ونحن نحتاج إليها في الشتاء لأن الجو يكون باردا جدا وماذا أيضا هنا عندنا حامل وهو حامل كبير أضع عليه الكاميرا وهذه الكاميرا ثقيلة لذلك نحتاج إلى حامل كبير وهنا حامل صغير هو حامل للهاتف وماذا أيضا؟ انظروا هذا معجم فيه كلمات باللغة الروسية واللغة العربية وهنا عندنا كتاب صغير وتحته كتاب كبير وماذا أيضا؟ هذه ورقة قديمة وهذا اسمه شاحن وهو شاحن أيفون وماذا عندنا أيضا؟ انظروا هنا هذه حقيبتي حقيبة جيدة وكبيرة أضع فيها الحاسوب والكتب وأشياء كثيرة وهي حقيبة جيدة وهذا حاسوبي وهذا حاسوبي أعمل عليه وهو حاسوب جيد وسريع وعندنا هنا هذا اسمه قلم هو قلم لللوحة وهذه لوحة لوحة أستخدمها للدرس وهذا قلمها وهذا قلم صغير وماذا عندنا هناك؟ هنا عندنا لوحة لوحة إلكترونية أكتب بهذا القلم عليها ويكون المكتوب في الحاسوب وهي لوحة مفيدة للمدرس وهذا عندنا اسمه سماعات سماعات سيومي سماعات بلا سلك وهذا اسمه سلك سلك وهنا لا يوجد سلك وهنا عندنا سماعات آيفون عادية مع سلك وماذا عندنا؟ ها انظروا هذا هاتف وهو هاتف آيفون العشرة وهو هاتف جيد ويسور جيدا وكثير من الصور على صفحتي في انستغرام سورتها على هذا الهاتف وكاميرا عنده ممتازة وماذا عندنا ايضا هنا ان شاء الله ستكون مكتبتي وسيكون هناك كتب كثيرة ولكن الآن كتب قليلة فقط أربعة كتب وعندنا ايضا ماذا هنا انظروا هذا كرسي وهو كرسي مسكين مكسور لا توجد عنده كذلك اليد الثانية وعندنا هنا اقلام ودفتر وهو دفتر نظيف ما كتبت فيه شيئا لم استخدمه ان شاء الله سوف اكتب فيه اشياء جميلة وجيدة وماذا عندنا قلت مدفأة نعم وعندنا هنا هذه اسمها ستارة هذه ستارة ووراءها ووراءها نافذة ارى منها مدينة عمان حي سويلح